هكذا يبدو الوضع عند نقطة المصنع الحدودية هدوء قاتل يخيم على المكان بعدما تراجعت حركة الانتقال بين لبنان وسوريا بشكل لافت تراجع الحركة شمل بشكل أساسي الشاحنات التي كانت تتوجه إلى الداخل السوري والدول العربية فهذا الطريق كان يشهد عادة أرتال من الشاحنات تنتظر عبور الحدود وحاليا لا يعبو سوى 45 شاحنة بدلا من أكثر من 100 نحن ريحين ما نعرف إذا نرجع الوضع ما تتعرفه وهيديك المرة عندنا سيارة رحت لحلب اجوا واخدوها ودفعوا ادفعنا 7000 دولار رجل منها فوضى يعني زيت مشكلة العراق اللي علقنا فيها نحن الشاحنة نحن من ناشط كل اللي بيحبوا السوريين عندنا بلبنان خلني عملونا المعاملة اللي هي يرفقولنا الكاميونيت يوجدولا مزوتا يعبوا مزوت مفيش مزوت خلونا نشيبوا لتانك 100 تانك 100 تلتر 100 تلتر ممكن ما بعطوا من الحدود اوقات الزجاجية من الاردن بدنا المعاملة بالمثل لانه نحن فيه مدفعات ندفع 500 دولار للشاحنة الليبنانية فرق عن الشاحنة السورية الازمة السورية انعكست ايضا مزيدا من الخسائر تتكبدها القطاعات الانتاجية مع تراجع الصادرات الزراعية بنسبة 30% لا سيما البطاطا وما زاد في الامر سوءا تراجع صادرات البطاطا باتجاه السعودية 50% بسبب سياسة الاكتفاء الذاتي التي اعتمدتها المملكة سنة 2011 الصادرات 200 بما اجماله 287 مليار ليرة لبناني بينما كان بال2010 380 مليار كان في تصدير كتير كبير على سوريا في خضار وفاكها من لبنان اللي صار انه هبوط العملة وعدم الاستقرار الداخلي ببعض المدن في ناس ما اشبعته تبضعطها على سوريا خط الترانزيت العربي عبر الاراضي السورية لم يشهد حتى الان مخاطر امنية مباشرة لكن هناك عراقيل سوف تظهر قريبا فصائقوا الشاحنات اكثرياتهم من السوريين وهم بحاجة الى تأشيرات دخول الى الدول العربية التي قطعت عمليا علاقاتها مع النظام السوري تخوفنا انه ما يعود في فيز ما يعود في برادية تقدر تحمل بعضنا لذلك الحركة بتخف ونحن بدنا نلجأ بها الحالة الى الشحن البحري وفعلا تشير مصادر جمهوركية الى ان عملية التصدير والاستيراد بدأت تتحول من طريق البر الى البحر عبر قناة السويس انا شخصيا صدرت بالبحر تقريبا بين 60 و70 كونتينر على ميناء جدي وعلى ميناء الدمام وعلى ميناء دباي وبكلفة ارخص من كلفة النقل البري وبتوصل بسرعة اكتر وفي باخرة بدأ اربعة تيئة بتكون موجودة بجدي انه الشلل عند نقطة المصنع والامر لا يقتصر فقط على حركة الاستيراد والتصدير انما يتعدها ايضا الى حركة دخول السيارات السياحية الخليجية التي انخفض عددها من 37 الف عام 2010 الى 13 الف عام 2011 والتخوف الاكبر من المرحلة المقبلة لا سيما وان الازمة السورية دخلت نفقا قد يؤدي الى حرب اهلية من نقطة المصنع نخلع ضيمة ام تيفي اشتركوا في القناة